نقابة المحامين تخوض معركة نقابية عنوانها كرامة المواطن الفلسطيني نحن اليوم هنا نقف لنؤيد مجلس النقابة فيما يذهب إليه من معركة معركة لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات تعديل قانون السلطة القضائية وإلغاء واستحداث قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وضع نقابة المحامين عند مسؤولياتها القرارات بقانون التي تصدر عن السلطة التنفيذية في ظل غياب السلطة التشريعية هي عملية مجزرة هي عملية مصادرة لحق القضاء المواطن الفلسطيني يستحق أن يكون له قضاء مستقلا هذا توقل من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كان مطلوب منهم أن ينتظروا المجلس التشريعي المزمع عقدة في شهر خمسة رئيس مجلس القضاء الأهل الانتقالي والمجلس عليها أن يرحم المستشار القانوني للرئيس الذي تواطع مع رئيس المجلس القضاء الأعلى في غرفة سوداء عليهم أن يرحلوا نقابة المحامين تدعو إلى أطلاق عملية إصلاح واسعة لمنظومة القضائية ومجلس نقابة المحامين سيستمر بالاشتراك مع كافة المؤسسات الحقوقية لكبح جماح هذه القرارات بقانون وإعادة العزة والحرية للقضاء ولن يكون أحدا سلطارا على القضاء الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر